إنه إسلام قائم آل محمد هذا هو الإسلام نحن نتحدث في أجواء ثقافة العترة الطاهرة الآخرون إذا سمعوا كلامي ورفضوا أو استهزأوا به لا أبالي بهم أنا أرفضهم وأستهزأ بهم إن كانوا من أتباعي سقيفة بني ساعدة أو كانوا من أتباعي سقيفة بني طفسي الملعونة أتحدث عن سقيفة مراجع النجف وكربلاء ألا لعنة الله على سقيفتهم النجسة القذرة إن الدين عند الله الإسلام هذا هو إسلام قائم آل محمد والذي سيحاربه مراجع النجف وكربلاء عند ظهوره أحاديث العترة هي التي أخبرتنا كلمات أئمتنا هي التي بيّنت لنا وكشفت لنا الحقيقة من أن الأنجاس اللعناء من أن المأبونين لعنة الله عليهم من مراجع النجف وكربلاء زمان الظهور سيخرجون لقتاله سيخرج هؤلاء المأبونون أولاد الزواني من مراجع النجف وكربلاء زمان الظهور سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه الذي يبدو أن الإسلام الذي عليه مراجع النجف وكربلاء اليوم هو هو سيكون إسلام أولئك المأبونين من أبناء الزواني من مراجع النجف وكربلاء الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه ما بين النجف وكربلاء